السلام عليكم راح نتكلم على السولار رادييشن واللوكل سولار تايم نتكلم على السولار رادييشن لازم نعرف بالبداية الانرجي طاقة وماذا يقصد بالطاقة الانرجي is defined as a capacity to produce an effect to do work يعني القابلية على احداث مؤثر معين للحصول على الwork احنا عادة نسوي الاعمال نسوي مؤثرات معينة الغاية من عدها حتى نحصل على الwork على الشغل هذه هي بصورة عامة هي الانرجي الطاقة حياتنا اليومية بصورة عامة نحتاج الى الطاقة بشكل كبير في كل مرافق الحياة الآن في هذه السنوات الاخيرة خصوصا بعد ان increase living standards زيادة مستوى المعاشي بصورة عامة في العالم طلب الحاجة الى الطاقة ازداد شنو لي عوضنا من الميندا ناخذ الطاقة الان ومنذ القدم ناخذ الطاقة من الوقود الحفوري الوقود الحفورية تم حرقها وبالنتجة يولد لطاقة إذا سواء تكون طاقة كهربائية أو استيم استفاد من عدها بأعمال الأخرى لكن هذا الـ شافوا بمشاكل كثيرة من ضمنها انه ما متوفر في كل دول العالم يعني بعض الدول ما عندها هذه الـ تفطر تستورده استيراد هذه المواد المحروقات هو بصورة عامة اكسبنسف غالي مو 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 رخيص المسألة الأخيرة والمهمة جدا هي انه الوقود الحفوري احتراق الوقود الحفوري والسايد افكت مالت راح يسبب لي مشاكل بتلوث البيئة بوليوشن وسبب مشاكل طبقة الأوزان وما شاكل من المشاكل الأخرى وهذه من الأمور المهمة مسألة التلوث البيئة ولهذا اشوف اغلب الدول بدأت تدور على بديل طاقة الفوشل وصلت الى الطاقات المتجددة او الطاقة البديلة رينيوابل انرجي اللي هي على سبيل المثال السولار انرجي الويند انرجي البايوماس هذه كلها ممكن ان احصل على الطاقة بدون استخدام الفوشل بدون ان اسوي للجو لكن بصورة عامل رينيوابل انرجي ما ممكن ان تحل محل الفوشل ما تقدر تصد تماما مية بالمية حاجة الانسان للفوشل لكن ممكن ان تقلل من صرفيات الوقود الاحفوري اللي ممكن يعديني الى التلوث بالاضافة الى غلاء ثمنه هذه الطاقات يعني الطاقة من اريد اصنفها عندي مجموعة تصنيفات انا اقدر اصنف عن الانرجي الانرجي ممكن اصنفها as primary and secondary انرجي طاقة رئيسية وطاقة ثانوية واقدر اصنفها as commercial and non commercial انرجي طاقة تجارية وغير تجارية سنعني اتكلم اشوف شنو معناها واخيرا ممكن اصنفها طاقة بديلة وطاقة تقليدية الطاقة البرائماري الرئيسية هي عادة اما نقصد بها الغاز الطبيعي احنا نعرف انه ويؤدي الى الطاقة هذه طاقة بريماري رئيسية لانه اساسا انا استخدم هذه المواد حتى احصل على الطاقة الرينيوابل انرجي الويند انرجي سولير انرجي ايضا استخدم الطاقة الشمسية او استخدم طاقة الرياح للحصول على الطاقات الاخرى البديلة اللي ممكن انا استفاد منها فايا سميها بريماري من اجل السكندري انرجي رح شوف لازم اعرف الطاقة الكهربائية تجيني نتيجة الطاقة مسبقة يعني انا اعملية مسبقة بطاقة معينة حتى حصل الطاقة الكهربائية او حصل الاستيم فهذه الطاقة المسبقة أما أن أستخدم الـ Renewable Energy أو أستخدم الـ Natural Gas اللي هي الـ Non-Renewable Energy حتى أحصل نتيجة العمل بهذه الطاقات الفوق اللي هي Primary Energy حصلت Secondary Energy اللي هي Electricity والستيم اللي أنا ممكن أستفاد من عدها إذا كان تصنيف على أساس الـ Comerical Energy و Non-Comercical اللي هي التجارية وغير تجارية تجارية أقصد بها اللي إلها سعر اللي محددة وموجودة بالسوق المحلية وإلها سعر وتباع بالأسواق من الطاقة الكهربائية توصل لي إلى المنزل إلى المعمل إلى الشركة لكن مقابل أجر معين أيضا الفحم البتروليوم ملتوجات البترول البنزين الغاز النفط اللي أنا أستخدمه هذا كله بسعر معين ويمكن أن أعتبره تجارية وبالإضافة إلى الـ Natural الغاز الطبيعي النون كوميونكول إنرجي اللي هي الطاقات غير التجارية اللي هي فاير وود الكاتلدان الأغريكالتشور ووست هذني هذني موجودة أنا ممكن أن أحصل عليها بدون أجر يعني الحطب روث الماشية نفايات الزراعية هذني كلهن أنا ممكن أن أحصل عليها هي مصدر للطاقة لكن أنا ما موجودة بالأسواق المحلية ما إلها سعر معين ممكن أنا أحصلها بدون بدون مقابل فأسميها نون كوميونكول إنرجي هي طاقة غير التجارية بأخيرا ما أريد أن أصنف الإنرجي على أساس الرينيوابل إنرجي الرينيوابل إنرجي الرينيوابل إنرجي قلنا السولر الويند زين وبقية الطاقات أحنا عدنا كمية كبيرة من الرينيوابل إنرجي ممكن طاقة المدوى الجزر عدنا طاقة البايوماس عدنا الجيوثيرمال باطن الأرض هذه كلها من الطاقات المتجددة نون أورنيوابل إنرجي والكول فحم الأويل النفط ومشتقات والغاز طيب تكلمنا على الإنرجي الطاقة وأنواعها وتصنيفاتها إحنا محور حديثنا بهذا الموضوع هو السولر إنرجي فقط الطاقة الشمسية فلازم سأفرق بين السولر إنرجي والسولر رادييشن أنا أعرف أن الأرض تستلم كمية من السولر إنرجي من الطاقة الشمسية على شكل سولر رادييشن على شكل إشعاع شمسي الإشعاع هذا الشمسي الإشعاع الشمسية هي مجموعة أشعاع فعلا مو إشعاع واحد مجموعة أنواع من الأشعاع اللي هي الترافيوليد والفيزيبل والإنفراريد رادييشن يعني أشعاع الفوق البنفسجية والأشعاع المرئية اللي نحن نشوفها فعلا والإشعاع التاعة الحمراء هذا مجتمع يشكل الإشعاع الشمسي الواصل إلى الأرض طيب سقوط هذا الإشعاع الشمسي على نقطة معينة يعتمد أو كمية السولر هذا الإشعاع على نقطة معينة يعتمد على الموقع اللوكيشن اللي أنا ده أشتغل فيعتمد أشوفها على الـ ويعتمد تايم أوف داي سيزون لاندسكوب لوكل وذر جيوغرافيك لوكيشن يعني أنا من يكون مكاني لنقطة اللي أنا أريد أحسب بيها على جبل مو مثل حساب على في السفح أو في أرض مستوية والتايم أيضا يختلف وهذا شيء منطقي يعني الإشعاع الشمسي بساعة ثمانية الصباح مو نفس الإشعاع الشمسي بساعة بالعشرة أو باثمع عشر الظهر أو بثنتين والسيزون أيضا يؤثر لي على كمية الإشعاع الشمسي لأنه نعرف إنه الإشعاع الشمسي بالشتاء هو كمية أقل من الإشعاع الشمسي بالصيف على سبيل المثال واللاندسكوب أيضا يؤثر على كمية سقوط الإشعاع الشمسي لأنه أنا أعرف حسب موقعي إذا كنت بالخطة الاستواء أشتغل أو في القطب الجنوبي والقطب الشمالي يعني منطقتي متغيرة من مكان إلى مكان تتغير مواصفات الشمسية تماما بين هذه النقاط الثلاثة وأخيرا اللوكل وذر هو بصورة عامة الجو العام يعني إذا كان غبار دست الجو أو غائم هذا كله يؤثر على كمية الإشعاع الشمسي ساقطة على الأرض حتى نوضح الأمور أكثر أنا هسا نعرف أنه الكرة الأرضية هي عبارة عن كرة مستديرة إذا كان عملي في هذه النقطة على سبيل المثال أنا في هذه النقطة أريد أحسب كمية الإشعاع الشمسي الشمس من تكون بهذه المنطقة راح يكون سقوط الإشعاع الشمسي بهذا الشكل على بزاوية 0 وبعدين كل ما ترتفع الشمس توصل هنا وتوصل هنا ثم إلى هذه النقطة حتى توصل إلى هذه النقطة هذا أن كلهن راح زاوية السقوط الإشعاع الشمسي تزداد من الصفر تبدأ تزداد هذه الزاوية حتى تصل إلى 90 دقري زاوية سقوط الإشعاع الشمسي قطعا من كونز الشمس عمودية عن نقطة التي أريد أن أحسب بها سولار رادييشن سيكون أعلى سولار رادييشن في هذه النقطة لأنه الشمس عمودية وكلما تقل زاوية سقوط الإشعاع الشمسي سيبدأ تقل كمية الإشعاع الشمسي سقط على هذه النقطة تكلمنا عن الطاقة الشمسية والإشعاع الشمسي الآن سنعرف الشمس شنه هي عبارة عن كتلة كروية كتلة من الغاز كتلة كروية متكونة من مجموعة من الغازات بحدود أكثر من مئة قاز يكون لهذه الكتلة لكن الأكثر من هذه الغازات هي الهايدروجيني اللي يشكل 80% والهليوم 19% و1% بقية الغازات فعلا الكرة الأرضية عبارة عن كرة مكون من مجموعة من اللير من الشرائح هذه اللير كل اللير مكونة من مجموعة من الغازات بنسب معينة فتيجي بعدها لير أخرى شريحة أخرى أو صفيحة أخرى وبعدها شريحة أصغر منها من غازات معينة وبنسب معينة إلى أن نصل إلى سنتر السن فنشوف إنه درجة حرارة الشمس بالليار العليا التي نسميها T S يعني T Sun هي 5762 كيلفن هذه درجة حرارة الخارجية للشمس لكن من وصل إلى سنتر Tc هذه اللي سميتها Tc لTemperature بالسنتر هذه درجة الحرارة راح تختلف من راح تكون أعلى من درجة حرارة بالمحيط الخارجي في 20 في 10 رأس 2 كيلفن هذه درجة حرارة بالدخط طبعا هذه درجة حرارة تخمينية لأنه ما كان ننقذ درجة حرارة في سنتر الشمس فهذه اللي أريد أوصل إنه الشمس عبارة عن مجموعة من الطبقات اللي مشكلها هذه الكرة الشمسية وهذه الطبقات هي مجموعة من الغازات بنسب معينة تشكل كل طبق الإشعاع الشمسي هذه درجة حرارة الشمسية هسا الإشعاع الشمسي اللي يمبعث من الشمس اللي هي الطاقة الشمسية اللي تقاس الكيلو كمية هذا الإشعاع اللي ينبعث من الشمس هو 3.8 في 10 أس 23 كيلو واط اللي ينبعث من الكرة الشمسية لكن الانترسبت اللي تستلم الكرة الأرضية كمية الإشعاع اللي فقط يصل إلى الكرة الأرضية هو 1.7 في 10 أس 14 كيلو واط ليش لأنه أنا أعرف أنه مو كل الإشعاع الشمسي يوصل إلى الكرة الأرضية قسم من عنده ينعكس بالفضاء بسبب الداست والغيوم وينعكس وقسم آخر يسقط على كواكب أخرى ما يسقط على الشمس فعليه فقط 1.7 كيلو هو اللي رح يوصل إلى الكرة الأرضية المسافات اللي لازم طبعا هذه القيم كلها لازم أنا أحفظها المسافات اللي لازم أحفظها أيضا هي قطر السن قطر الشمس اللي أسمي ds سميت the small of sun 1.3 sorry 1.3.9 في 10 وستسعة متر وقطر الأرض اللي هو 1.27 في 10 وستبع متر والمسافة بين الأرض والشمس اللي نسميه dcapital هذه اللي هي 1.4 في 10 11 هذه طبعا به نسبة خطأ زائد ناقص لأنه نعرف أنه هذه المسافة متغيرة بين الشتاء والصيف ورح نتكلم عليها بالمستقبل إذن هذه المسافة تزيد بين الأرض والشمس واتقل حسب الفصول السنة وحسب العلاقة بين sun earth relationship فإذا شوف هذا الرسم شوف أنه هذا يعتمد على أساس أنه الأرض تدور حول الشمس وعندنا نظريتين النظرية الأولى تقول أنه الشمس تدور حول الأرض والنظرية الثانية أنه الأرض تدور حول الشمس سوف نشوف هذه الأرض بدورانها حول الشمس تدور بشكل بيضوي فتشوف بهذه النقطة تكون أقرب إلى الأرض وبهذه النقطة تكون هي الأبعد من الأرض شنو سبب هذه الحركة البيضوية أو الدوران البيضوية أنه الارض بدورانها هذا البيضوي ايضا اكو حركة دورانية حول محورها محور الارض هو هذا اذا نشوف هذا النور هذا الشمال وهذا السوث الجنوب الارض راح يدور حول هذا المحور بحركة دورانية لكن اذا اجي اريد ارسم ال YX هنا وال XX راح اشوف انه اكو فرق بين ال YX والنورث جهة الشمال بالنسبة للشمس بمقدار 23.5 درجة هذا نسميها الدلتا زاوية ميلان الارض هذه الدلتا تتراوح اقصى قيمة الها هي 23 واقل قيمة الها هي 0 اذا هذا النورث ما يبقى ثابت هنا ممكن يوصل الى هاي النقطة وممكن يرجع الى هاي النقطة سبب هذه الحركة الزاوية ال 23 بسببها راح يسوي لي هاي الحركة البيضوية الدورانية البيضوية بالنسبة للارض فاشوفها تقترب في نقطة معينة وتبتعد بالنقطة الثانية الشيء اللي لازم نعرفه انه في فصل في فصل الصيف المسافة بين الارض والشمس هي ابعد ما يمكن وفي فصل الشتاء هي اقرب ما يمكن اريدك تركز بالشتاء تكون مسافة اقرب لكن شدة الاشعاع الشمسي اقل واسه راح يشوفها لي ويش وبالصيف تكون المسافة بين الارض والشمس هي الابعد لكن شدة الاشعاع الشمسي هي الاكثر فهذا شنو السبب هسه اذا شوف انه اذا قلت هاي الارض وعندي الشمس هناعنا موجودة هاي الشمس من تكون موجودة راح يكون سقوطها بهذا الشكل الاشعاع الشمسي راح يتوزع على مساحات كبيرة من هاي النقطة الى هاي النقطة فتشوف الاشعاع الشتت ما يتركز على نقطة معينة ولهذا تشوفه اقل في حالة الصيف بالرغم من قرب المسافة في حين في حالة عفوا في حالة الشتاء في حين في حالة الصيف الشمس تكون تقريبا عمودية فالصحيح هي بعيدة عن الارض لكن الاشعاع يكون مركز بنقطة معينة ما يشتت على مساحات كبيرة مثل ما هو يحدث في الشتاء وهذا يبرر لي انه ليش الشمس بالصيف تكون بعيدة لكن شدتها اعلى وبالشتاء تكون قريبة وشدة الاشعاع الشمسي هو الاقل اذا نجي نشوف هذا المخطط شوي هنا نوضح لي اكثر اللي تكلمنا عليه على حركة الشمس سوف يشوف انه حركة الارض الدورانية حول محورها سوف تشوف انه تحرك بين زاوية سالب 23 الى وجب 23 هذا الانقل زاوية حركة الارض فمن تكون باقصى زاوية باقصى الثلاثة وعشرين الثلاثة وعشرين وهذا سوف يسميه السمر سوليستس والوينتر سوليستس الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي وعادة وين يصير يصير بال تشوف هذا في 21 ديسمبر الانقلاب الشتوي والانقلاب الصيفي في راح يكون في جون في 21 جون في شهر السادس في حين الاكوينكس الاعتدال الربيعي والخريفي وين يكون في سبتمبر ايضا في يوم 21 في مارش الاعتدال الاكوينكس الربيعي في 21 مارش والاكوينكس الخريفي راح يكون في 21 سبتمبر اما عن المسافات بين الارض والشمس فاني اتفقنا انه بيع بالشتاء هي المانيموم اقل مسافة بين الارض والشمس اللي 1.4 في 10 و 11 ميتر هذا اللي سميه winter solstice انقلاب الشتوي وفي الصيف اللي هي تكون ابعد مسافة بين الارض والشمس اللي 1.2 1.5 2 في 10 و 11 ميتر في summer solstice بالمناسبة هذه الاقيام كلها لازم كلها تنحفظ المسافات بين الارض والشمس واقطار الارض والشمس ودرجة حرارة الشمس وابعد مسافة بين الارض والشمس واقل مسافة بين الارض والشمس هذه كلها من القيم اللي لازم يتم حفظها شكرا جزيلا شباب